مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب مازلنا بنتكلم عن كيف وصل إلينا الكتاب المقدس وكلمنا عن طرق الكتابة في القديم وترق نشر المخطوطة ونسخها وكلمنا عن أهم المخطوطات المتعلقة بالكتاب المقدس نهاردة موضوع الحلقة يعتبر موضوع مهم جدا وهو بعنوان ما هي حقيقة وجود 400 ألف اختلاف بين مخطوطات الكتاب المقدس بنسمع هذا الإدعاء أنه عندكم مخطوطات كتاب مؤدس لكن للأسف مخطوطات الكتاب المؤدس يوجد فيها أكثر من 400 ألف اختلاف فما هي حقيقة هذا الكلام وهل فعلا يوجد عندنا 400 ألف اختلاف بين المخطوطات ولا عندنا إيه وهل هذه الاختلافات هي أخطاء أم هي اختلافات نتيجة النسخ هنتكلم النهاردة عن طبيعة هذه الاختلافات وعن أرقامها وعن كل ما يتعلق بيه عش كده بقول الحلقة دي حلقة مهمة لأنها تجاو على بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بكيف وصل إلينا الكتاب المقدس ومخطوطات الكتاب المقدس ونسخ مخطوطات الكتاب المقدس طبعا على طول إخوة المسلمين في هذا الإدعاء أن الكتاب المقدس لا يوجد له مخطوطات أصلية ما عندناش المخطوطة اللي كتبها متى بإيده ما عندناش المخطوطة اللي كتبها يحن بإيده ودي حقيقة نحن لا ننكرها دي حقيقة قد نكون إحنا مخطئين في حساب زمن المخطوطات اللي عندنا فبنقول إنه دي مش المخطوطة الأصلية لكن بنقول إنه المخطوطة اللي عندنا أو المخطوطات اللي عندنا مش هي المخطوطات الأصلية هل هذا يعيب المسيحية في شيء؟ هل ضياع المخطوطات الأصلية زي ما قلت قبل كده معناها ضياع النص الأصلي؟ وقلنا إنه مش ممكن الطريقة الوحيدة اللي بيها نحتفظ بالنص الأصلي هي نسخه فإذا ضاع النص الأصلي أو المخطوط الأصلية هيظل عندنا النص الأصلي وده اللي الدكتور منقز بيعتبره مفاجأة هناك مفاجأة مفاجأة أولى لا يوجد الإنجيل الذي كتبه مت ونشوف الكلام ده في الفيديو رقم واحد وهو بيكلم وبيتفاخر وكأنه يعني اكتشف الزرة معلومة جديدة خطيرة هيقدر بيها يدمر الإيمان المسيح فخلونا نسمع بيديو رقم واحد نرجع نعلق عليه هناك مفاجآت ينبغي أن نستخدم أول هذه المفاجآت أنه لا توجد مخطوطة واحدة قد كتبها المؤلف بنفسه متى لم يكتب حرفا واحدا من المخطوطات الموجودة بين أيدي بل ولا تلاميذ لربما كتبت هذه المخطوطات بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة ألف بقى ألف أيوه طيب دينا شوفنا وأنا زي ما قلت لدكتور منكس وغيره يا دكتور منكس هاتلي المخطوطات الأصلية الموجودة عندك قبل أن يكتب عثمان القرآن قبل أن يحرق عثمان النسخ التي كانت موجودة ويصنع نسخة من القرآن جديدة هاتلي النسخ التي كانت موجودة قبل كده من زمن الكتابة لحد لما أتى عثمان وجمعها وحرقها ما عندكش أنت عم حتى نسخة عثمان ما عندكش وبعدين الكلام اللي بتقال أصل القرآن بيحفظ في الصدور وبيحفظ في المكتوب ده يحفظ في الصدور ده كلام يتقال في الكتاتيب لكن لما تيجي للحقيقة المرجع الحقيقي ما يبقاش اللي محفوظ المرجع الحقيقي بيبقى اللي مكتوب وليس اللي محفوظ لأنه المحفوظ بيتغير وتغير قبل كده وتخانقوا قبل كده على المكتوب وعلى اللي محفوظ ولكن لهذا عثمان جمع النسخ المختلف عليها كلها وحرقها وعمل نسخة جديدة تعالى قبل ما تتكلم وتقول ما عندناش النسخة اللي كتابها متى إنك تجيلي الأول بالنسخة اللي كانت موجودة قبل عثمان ما عندكش قلتلك مرة تاني ده أنت ما عندكش حتى النسخة الأصلية لصحيح البخاري يعني لا عندك الكرآن ولا عندك السنة لا عندك النسخة الأصلية هنا ولا عندك النسخة الأصلية هنا هتقول لي برضو السنة كانت محفوظة محفوظة في الصدور ده طبيعة العالم القديم انه دايما كان بيعمل نسخة لانه النسخ كانت بتستهلك وده اللي حصل مع كتير مؤدس كتير مؤدس في بدايته كان بيكتب على البرديات والبرديات معروف انه مهما كانت الكواليتي بتاعتها او النوعية بتاعتها كويسة لكن ليها زمن اكيد ليها زمن وليها طريقة حفظ فعدم وجود المخطوطة الاصلية التي كتبها متة ليس معناه ان احنا ما عندناش النص الاصلي الذي كتبه متة طيب نيجي لي هي اختلافات انا هتكلم عن الرقم ربعمائة الف اللي بيتكلموا عنه يعني داوان كتير واللي بنقرأه كتير كويس لكن هل هذه اختلافات ام اخطاء هي اختلافات بين المخطوطات ممكن نسميها ايضا اخطاء في النسخ لكنها اختلافات اختلافات الاختلاف هو النتاج النسخ اليدوي لمخطوطات العهد جديد وانا النهاردة لو حبيت انسخ انجيل متة مهما كانت الدقة بتاعتي وقوة التركيز بتاعي لكنه اكيد مدام بكتبها باليد اكيد اغلط واكيد في حروف هكتبها بطريقة تقرأ غلط من اجل تشابه الحروف او تشابه الحرف بين حرف واخر بارت ايرمان اللي هو يعني يعتبر اكتر مهاجم بيحب المسلمين كويس وناقض للكتابة مؤدس بارت ايرمان عنده هذه المقولة ان عدد الاختلافات بين المخطوطات يفوق عدد كلمات العهد الجديد وعدد كلمات العهد الجديد تتقارب من 140 الف كلمة بيقول انه عدد الاختلافات تخيلوا بقى عدد الاختلافات يفوق عدد الكلمات اي واحد يسمع كلام دوا على طول يقول لك يا ده يبقى كل الكتاب في اخطاء بيس وده اللي خده يعني الاخ اللي هنشوف الفيديو بتاعه اللي جاي وعلى طول ردده زي البغبغان بردو كويس هو ياخد اي حاجة فيها نقد من كتب غربية بتنتقد كويس ويرددها كما كما هي خلينا نسمع الفيديو رقم اربعة فيديو رقم اربعة هو العهد الجديد فيه كام كلمة حسب انت هتعد انه نسخة من العهد الجديد فلنفترض ان هو ده الرقم عدد الاختلافات اللي ما بين مخطوطات العهد الجديد اكتر من عدد كلمات العهد الجديد فكر كده بس ده معنا طبعا لا هو قام بدراستها ولا هو يعني عدها ولا اي حاجة هو بس بيكرر كلام بارد ايرمن اللي تقال يعني ده ده الحقيقة انه بغبغان بيكرر كلام دون فهم ودون دراسة وهو اي حاجة يقولها بارد ايرمن تبقى صادقة تبقى صادقة وانا النهاردة هصدمكم ببعض الاقتباسات من اشهر كتاب لبارد ايرمن وهو كتاب مسكوتينج جيسوس او اساءة اقتباس يسوع اللي فيه بيكلم عن هذه الموضوعات كويس طيب هل فعلا الاختلافات بين المخطوطات يتراوح عددها ما بين 200 ألف الى 400 ألف اختلاف من اللي قام باحصاها من اللي جمع كل المخطوطات كويس و قام بدراستها كلمة كلمة ومقارنتها مع بعض وبدأ يعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لحد لما وصل الى 200 ألف والبعض الاخر يعني الله طول في عمره فقعد يعد كمان ويكمل لحد لما وصل الى 400 ألف من قام بعدد واحصائها مين ومتى تم هذا واين هي المصادر اللي بتتكلم عن هذه الإحصائيات الدقيقة اللي انتوا بتتكلموا عنها الهدف من انه يقول لي 400 ألف أو 200 ألف مش هو سرد معلومة حقيقية لا 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 الهدف هنا مش سرد معلومة أكاديمية حقيقية الهدف هنا هو زرع التشكيك في أي واحد يسمع هذا الرقم فانت لما تسمع انه كلمات العهد الجديد تقريبا 140 ألف كلمة وعندك أخطاء أو اختلافات في المخطوطات تتجاوز هذا الرقم وتصل الى 200 ألف أو 400 ألف تتقول يعني كل كلمة فيها غلط لأنك انت معلوماتك عن موضوع ده ما درسته فبالتالي يشكك أي شخص ويزرع الشك في قلبه نحو مصدقية كلمة الله ده الهدف أحقا قال الله عمر إبليس ما هدفه تغير من البداية أحقا قال الله وهي ظل يقولها حتى يأتي الرب يسوع في مجيء الثاني أحقا قال الله بيس طيب أنا هفرض مع حضراتكم افترات عشان بس أوضح الفكرة ويبقى برضو زي ما قلت أنا ما نفسيش إن انتو تملوا من اللي بتقدم عن المخطوطات يمكن تحس شوية إنه كلام في بعض الحاجات الأكاديمية والأرقام والحاجات دي بس دي حقيقة النهاردة إحنا بنهاجم وبيهاجم الكتاب المقدس ولازم يكون عندنا رد فأنا هفترد مع حضراتكم إنه إحنا أجرنا كويس وي هايرد يعني أجرنا 150 شخص جمعنا 150 شخص كده وطلبنا منهم إنهما يعودوا في مكان ما وكل واحد فيهم هياخد نسخة من إنجيل متة وينسخ هذا الإنجيل بيده إنجيل متة المكون من 18 345 كلمة هيعودوا يكتبوا بأيديهم 18 345 كلمة بس هنفترد إن إحنا هنقسم المية وخمسين دول إلى أربع فئات بحسب القدرات بتاعتهم والسكيلز اللي عندهم المهارات اللي عندهم الفئة الأولى فئة بتعرف تكتب وتقرأ لكن ما عندهاش خبرة في الناس خليادوي ممكن أول مرة تنسخ مخطوطها كويس فدي الفئة الأولى فئة تعرف تقرأ تعرف تكتب لكن مش ما عندهاش خبرة في أنها تنسخ مخطوطات يدوية كويس الفئة الثانية هتتكون من متخصصين في تسجيل الأحداث اللي هو الكتابة documentary يعني بيعمله document اللي هو بيكتب بيده في البرديات ويعمل وثائق وعقود وأوراق رسمية وأوراق شراء وأوراق بيع وأوراق زواج اللي هم يعني متعودين على الكتابة متعودين على عمل وثيقة ما كويس الفئة الفئة دي شوية أعلى من الفئة الأولانية من حيث المهارة اللي عندها في الكتابة كويس هم مش نساخ لكن هم كتاب بيعرفوا يعملوا تسجيل للمعلومة في الورقة الفئة التالتة هتتكون من ناس متضربين على نسخ يعني يعني لسه بادئ واخد الكرسات وعنده تدريب ويعني يدوبك متضرب على ازاي يعد وينسخ مخطوطها الفئة الرابعة متكونة من من متخصصين من مهرة من محترفين في هذا المجال كويس الأربعة دول الأربعة دول كانوا موجودين وقت الكنيسة الأولى كانوا موجودين هؤلاء في العصور الأولى الأربعة فئات دول هنطلب منهم ينسخ لنا إنجيل مت وبعد وقت هنشوف هل في أخطاء ولا ما فيش أخطاء هل في أخطاء نتيجة النسخ اليدوي بكل التأكيد ده احنا مش بننسخ يدوي ده احنا بنكتب على التربريتر أو على الكمبيوتر ومع وجود أوقات كتيرة يعني جرامري تشيك وكل الحاجات دي وبنخطئ كويس هل وجود هل هناك أخطاء في النسخ نعم لكن هل الأخطاء دي كلها متساوية في نفس المخطوطات يعني اللي غلت في حرف القاف هنا غلت برضه في حرف القاف هنا في حرف القاف هنا في حرف القاف هنا أو اللي غلت في الأنساب غلت في كلمة نسب هنا ونسب هنا ونسب هنا ونسب هنا لا كل واحد عنده خطأ شخصي وهو بيكتب الأخطاء مختلفة الأخطاء مختلفة كويس لكن زي ما قلت كل ناس هيكون عنده أخطاء المختلفة عن غيره كما أن أيضا بعد النسخ هتكون أفضل من الأخرى يعني هل الفئة الرابعة دي النسخ المحترفين المتخصصين أخطاءهم في النسخ هتكون متساوية لأخطاء الفئة الأولى اللي هم بيعرفوا الكتابة والإراية لكن عمرهم مناسخ ومخطوطة قبل كده كل تأكيد لا أكيد النسخة اللي كتابها المتخصص هتكون أفضل من النسخة اللي نسخها الشخص الأول لأن المتخصص حتى التدريب بتاعه بيشمل إزاي تستخدم عنيك إزاي تعمل خطوط في المخطوطة قبل ما تشتغل إزاي تعمل المرجن الجوانب بتاعة المخطوطة إزاي الهوامش إزاي إنه إنك تمشي وعينك ما تغلطش إزاي تكتب الحرف ده بالشكل دو وإزاي الحرف ده يتحط جنب الحرف التاني وإيه المسافات فهو يعني متخصص فأكيد في مخطوطة أفضل من مخطوطة وده اللي بنلاقيها أيضا هناك مخطوطة مثلا بنلاقيها أقل أخطاء من مخطوطة أخرى زي ما قلت المرة اللي فاتت لو خدنا الفاتيكانية مثلا الفاتيكانية تعتبر إلى حد ما بنسميها إليت أو يعني النخبة كويس في طريقة الكتابة من حيث الجمال والروعة والتنسيق والأسلوب والكتابة والحرف بنجد أنه الفاتيكانية إلى حد ما أفضل من الصينية ده طبيعي لأنها مش نسخ على الآلة على الآلة تباعها أنت مش بتعمل نسخة وتعمل منها نسخ 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 تباعها أنت بتطلب من ناس أن ينسخوها زي ما قلت قبل كده ممكن يكون أحد المؤمنين اللي عايشين في أفاسوس أتى وزار كنيسة كرونسوس وهو في كنيسة كرونسوس قالوا له إحنا عندنا رسالة من بوليس الرسول فخد الرسالة أراها قال طب الرسالة دي مهمة للكنيسة أنا عايز أعمل منها نسخة واخدها معايا إلى أفاسوس فممكن يقعد أسبوع اثنين ثلاثة في الكنيسة كرونسوس ينسخ هذه المخطوطة وممكن كنيسة كرونسوس لو هي قادرة تقول له لا 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 أنت عايز نسخة منها إحنا عندنا فلان الفلاني متخصص متخصص في نقل المخطوطات إحنا هندفعله وهنجيبه ونخليه يعمل لك نسخة من الرسالة وتاخدها معاك ده بيحصل وده بيحصل وده أمر طبيعي لنفترض أن النسخة الأصلية وده النقطة اللي أنا عايز أتكلم عنها لنفترض أن النسخة الأصلية من إنجيل متى ضاعت لكن عندي مية وخمسين نسخة كتبها النساخ وكل نسخة فيها أخطأها الخاصة بها هل يستطيع كاتب ماهر ناسخ محترف إنه يصل إلى النص الأصلي ولا ما يقدرش بكل تأكيد يقدر بكل تأكيد يقدر وبكل تأكيد هيقول النسخة الفلانية دي نسخة متخصصين دي نسخة كتابها متخصص ودي نسخة أقل أخطاء من النسخة دي وكل الدراسات منصبة في هذا المجال في علم نقد النص كويس طيب نيجي العدد الاختلافات زي ما أخونا في الفيديو قالك عدد الاختلافات وهو بيردد كلام بارت إرمان يا فوق عدد اختلافات كلمات العهد الجديد عدد الاختلافات أولا الأرقام 200 ألف إلى 400 ألف أرقام افتراضية افتراضية هذه أرقام غير دقيقة حتى بارت إرمان لا هيكون عنده الوقت ولا هيكون عنده المجهود أن يعيد الأخطاء أن يجمع كل المخطوطات ويقعد يدريسها محدش على فكرة بيعمل كده كويس فالرقم هو رقم افتراضي أول ما ظهر هذا الرقم ظهر في كتاب لنيل لايتفوت كويس كان بعنوان كيف وصل لنا الكتاب المقدس كيف وصلنا الكتاب المعدس كويس وده 12 سنة 1963 الاسلوب الخاطئ هناك اسلوب خاطئ التبع لايتفوت يعتبر اسلوب خاطئ في العد والحسابات ده واحدة من الأمثلة هاول لحضراتكم مثلا لو المية وخمسين مخطوطة دول لو المية وخمسين مخطوطة المخطوطة الأصلية بتاعت متة نقول المخطوطة اللي هما نقلوا منها لو المخطوطة اللي نقلوا منها فيها خطأ فيها خطأ هنقول مثلا كلمة أعمى كويس كلمة الأعمى مكتوبة بطريقة خاطئة بس هي موجودة في المخطوطة اللي هينقلوا منها كويس عشان كده الكلمة دي جات في المية وخمسين مخطوطة النسخ اللي كتبوها جات بنفس الطريقة الخاطئة يبقى أنا عندي خطأ واحد ولا عندي مية وخمسين غلط خطأ عندي خطأ واحد ما عنديش مية وخمسين غلط وده الاسلوب اللي ابعشكي بقول الاسلوب افتراضي انه بيعتبر انه وجود خطأ موجود في ربعمائة نسخة معناه وجود ربعمائة غلط او خطأ هو خطأ واحد يعد برقم واحد وليس ربعمائة خطأ كويس دي حاجة الحاجة التانية هي اختلافات وليست اخطاء في كتاب المعدس نحن لا نتحدث عن الاخطاء نتحدث عن اختلافات بين المخطوطات variant بين المخطوطات وليس errors طبعا المسلم بياخدها والاخوة يعني اللي احنا عارفينهم يقولك تحريفات تحريفات but it's variant اختلافات كويس وبعدين حاجة تانية احنا لا نحصل مخطوطات بل نحصل اختلافات بمعنى ايه خلينا اقولكو مسأل اخ المسأل مثلا لو انا عندي كلمة وردت في عشر مخطوطات وهذه الكلمة متطابقة يعني نحن نقول يسوع الرب وردت يسوع الرب في عشر مخطوطات لكن في خمس مخطوطات اخرى وردت الرب يسوع المسيح كويس يبقى وردت باختلاف اخر في خمس مخطوطات يبقى في عشر مخطوطات هي كلمة واحدة وفي خمس مخطوطات فيها اختلاف وفي خمس مخطوطات أخرى وردت يسوع المسيح الرب طيب أنا عندي هنا ثلاث اختلافات ولعندي عشرين اختلاف عندي ثلاث اختلافات فالاختلافات هي التي تعد وليس المخطوطات وده غلط آخر في الحساب بيتبع البعض وعش كده زي ما قلت الأرقام أرقام افتراضية ليست أرقام حقيقية خليني ياجي إلى سؤال آخر ومهم حضرتك في كلامك بتعترف أنه في وجود اختلافات بكل تأكيد ولا يستطيع أحد أن ينكرها وليس عيباً أننا نقول هناك اختلافات في قراءات موجودة في المخطوطات لأننا نعرف أن هذه الاختلافات هي اختلافات ناتجة عن النسخ وده أمر وارد وده أمر وارد كويس سبب الاختلافات زي ما قلت هو الكم الهائل من المخطوطات من لو عندي مخطوطة واحدة زي ما عمل عثمان كده لو عندي مخطوطة واحدة ما كانش هيبقى عندي اختلافات ما كانش من عندي مخطوطة واحدة الاختلافات هتيجي منين ولو عملنا زي ما عمل عثمان أنه جمع كل الاختلافات الموجودة السابقة وحرقها بالنار كويس وجعل أول فقط نسخة واحدة من القرآن عند الكل كان هيبقى عندي الاختلافات زيرو وانا عندي مخطوطة واحدة لكننا ما عنديش مخطوطة واحدة احنا ما عملنا زي ما عمل عثمان كنيسة ما عملتش زي ما عمل عثمان إنها جمعت النسخة وحرقتها وقالت هذه هي النسخة المعترب بها وأي شخص هينادي بنسخة مختلفة عن هذه يقتل ويلقى في جهنم ما عملتش كده فأنت النهاردة لما تيجي تقول إنه إحنا عندنا اختلافات أقول لك أه عندنا اختلافات لأنه إحنا تعاملنا مع النص أفضل ما تعامل مع عثمان مع النص ده طبيعي فسبب وجود الاختلافات هو الكم الهائل من المخطوطات ولو عندنا مخطوطة واحدة بس للعهد الجديد لكانت الاختلافات تكون معدومة أو نسبة هزيرو ده أمر طبيعي حقيقة أن هذه الإحصائيات كذبة وغير حقيقية ولا تستند إلى أساس علمي ولا هي منصفة للكتاب المقدس وعلشان نحن نفهم هذه الاختلافات هنحط هذه الاختلافات في سياقها الصحيح عندنا اليوم أكتر من خمس سلاف وستمائة مخطوطة يونانية أو سبعمائة خمس سلاف وسبعمائة مخطوطة يونانية وعدد كبير منها يعتبر قصصات بالأخص المخطوطات القديمة خلينا كده نسمع فيديو يعني يدخلنا في المودة شوية خلينا نسمع الفيديو رقم ستة عشان المسيحين اللي واجعين دماغي أحنا عندنا خمس تلاف وطول مخطوطة علي بست تلاف ومش عارف مين يا ابني الغالبية العظمة من المخطوطات دي ملهاش أي قيمة عند العلماء أصلا الغالبية العظمة من المخطوطات دي ملهاش أي قيمة عند العلماء تيجي تعد المخطوطات اللي عليها الإيمة هتلاقيهم 30-40-50 100 مخطوطة بالكتير وأغلبهم مخطوطات متأخرة أغلب البرديات أصائص أغلب اللي فيها نص علي الإيمة من بداية القرن التالي ما شاء الله الباشا عمل نفسه عالم يقرر إيه المخطوطات الكويسة وإيه المخطوطات الوحشة وإنه حكم إنه المخطوطات اللي عندنا أو البرديات اللي عندنا أغلبها ليس له قيمة أغلبها ليس له قيمة طبعا هذا كلام تدليس وكذب وافتراء على الكتير المؤدس وعندنا كم من البرديات المهمة الأساسية الجوهرية اللي بيعتمد عليهم النص اليوناني ما عرفش أنا قلت لحضراتكم قبل كده يعني واحدة من الكتب أنا بس مش بجيب من عندي واحد من الكتب ده كتاب مهم يعني ده الفوليوم رقم واحد الكتاب ده عنوانه The Tickets of the Earliest New Testament Greek Manuscripts أو نص الأول أو النص المتقدم يعني للمخطوطات اليونانية للعهد جديد ده فوليوم رقم واحد وده فوليوم رقم اتنين والتنين فوليوم دول أو المجلدين دول كويس النسختين دول فيهم من المخطوطات كويس 139 بردية والكتابين دول جواهم النص اليوناني للبرديات يعني مش قصصات زي ما هو بيدعي يعني مش حاجة قليلة ده في مخطوطات زي مثلا زي ما قلت قبل كده P66 و P65 وغيره انه مثلا دي كل إنجيل يوحن على إنجيل لقاء ولما يجي مثلا ل P45 وغيره أو 45 بجد انه رسائل بوليس الرسول يعني الكلام اللي بيقوله ده كلام اسمه تهليس وكذب وافتراء على الكتاب المقدس وكلام غير حقيقي وما اعتقدش انه حتى يمتلك كتاب من هذه الكتب المحترمة اللي بتتكلم عن مخطوطات العهد الجديد وعن نصها وعن أهميتها آه بعدها قصصات لكن حتى القصصات قصصات مهمة حتى P52 اللي هي تعتبر الدكاف في اليد وتعتبر من أقدم البرديات تعتبر من أهم البرديات لأنها أثبتت أن إنجيل يحنى كتب في القرن الأول وأثبتت أيضا أن ما لدينا من إنجيل يحنى هو هو لم يتغير حتى ولو كان النص صغير لكن عندنا نصوص كبيرة عندنا كل رسائل بوليس عندنا الأنجيل الأربعة عندنا سيف الرؤية عندنا العبرانين عندنا الرسائل العامة عندنا الرسائل الرعوية العهد الجديد كله باليوناني لو أنا خدت النص اليوناني سواء يعني النص اللي تابع نيسلا ألين أو تابع بايبل سوسايتي كويس داري كتاب النص اليوناني متكون من ربعمية وخمسين صفحة لكل العهد جديد طبع عندنا كم نص لو جمعنا المخطوطات كلها بتاعة العهد الجديد مخطوطات اليونانية جمعناها بكلم على نصوص بقى لو جمعنا تكست يعني نص عندنا 2 مليون و600 ألف نص للعهد للعهد الجديد والكلام ده مش كلام كلام دون كلام دانيال والاس اللي اعتبر أشهر واحد في مخطوطات العهد الجديد والمؤسس والمدير لمركز دراسات مخطوطات العهد الجديد في تاكسس وده في كتابه Revisiting the corruption of the new testament وذاكر كده ذاكر ان احنا عندنا 2 مليون و600 ألف تاكست للعهد الجديد كويس اي ان مقابل كل صفحة من العهد الجديد لدينا مئات الصفحات مقابل كل صفحة عندنا مئات الصفحات اللي نقدر ندرسها واللي نقدر نقيمها واللي نقدر نطبق عليها المبادئ العلمية واللي نقدر ايضا منها نقول ده النص ليس فقط عندنا النص اليوناني بل عندنا اللاتيني عندنا القبطي عندنا السرياني هذه النصوص كلها تتجاوز الخمسة وعشرين الف مخطوطة طيب ضاعت كل المخطوطات هفترض كل المخطوطات ضاعت ضيعناه حرقها عصمان كويس ما عندنا ش ولا مخطوطة من القرن التاني ولا التالت ولا الرابع ما عندنا مخطوطة مخطوطة بس عندنا كتابات وتعليم ووعز أباء الكنيسة الأولى في القرن التاني والتالت والرابع هنقدر نجمع العهد الجديد كله من كتابات الأباء كله من كتابات الأباء كتابات الأباء واقتباستهم من العهد الجديد في القرن التاني والتالت الميلادي تتجاوز تتجاوز المليون اقتباس همتكلم على يعني لو فردت الأسوأ مع أنه ده ما حصلش لو فردت أنه كل النص ضاع وما عندناش مخطوطات أنا أقدر نسترجع كل العهد الجديد من اقتباسات الأباء ده كلام أنا لا ده مش كلامي ومال مين ده كلام ميزجر اللي هو يعتبر أستاذ بارت إيرمن لكنه مختلف عن بارت إيرمن لأن ميزجر كان مؤمن بالكتال المعدس ما رماش الكتال المعدس زي ما رمع بارت إيرمن ويعتبر رقم واحد في القرن العشرين كعالم متخصص في مخطوطات العهد الجديد بروس ميزجر قال لنا إيه قال لنا أن اقتباسات أباء الكنيسة كافية لإعادة كتابة العهد الجديد كله اقتباسات الأباء كافية لإعادة كتابة العهد الجديد كله والأهم طبعا زي ما قلنا بتكلم عن مخطوطات العهد الجديد الأهم من مخطوطات العهد الجديد هو مش عددها لكن تاريخها العدد مهم لكن كمان التاريخ بتاعها أهم يعني إيه التاريخ يعني ترجع لسنة كام اتكتبت في أنه قرن ويس علش كده لما نرجع لدراسة لما نرجع إلى دراسة المخطوطات بنعرف أنهم عندنا 12 مخطوطة تعود إلى القرن الثاني الميلادي وعندنا 64 مخطوطة تعود للقرن الثالث وعندنا 48 مخطوطة تعود للقرن الرابع يعني خلال 300 سنة من المسيحية كان عندنا 124 مخطوطة مهمة وأساسية تقدر تعمل العهد الجديد مرة واثنين وثلاثة طبعا الكلام ده ده كلام العلماء لكن لما نسمع لكلام سوري الغير علماء اللي كل همهم بس هو عدد المشاهدات مشان يجمع فلوس مختلف عن كده تشوف مثلا الفيديو رقم 3 منقز وها بيقولك انه ما عندناش مخطوطات يعني القرن التاني ده ما عندناش والتالت والآخر كلام اللي بيقوله الدكتور منقز نسمع فيديو رقم 3 لا توجد اي مخطوطات في القرن الاول توجد نتف صغيرة لربما واحدة او اثنتان او ثلاثة على اختلاف بين العلماء سويني سويني بيقولك نتف صغيرة قاعد كده سياتو و مريح وبتكلم بثقة تكلم بثقة يعني ده يعتبر مثلا ايه يعني ولا مثلا بروس موزجر في ايامه تكلم بثقة يقولك عندنا نتف في القرن التاني احنا عندنا 12 مخطوطة تعود للقرن التاني خليني انا هكمل الفيديو كويس بس الكلام اللي بيقوله ده هسبتلك انه غلط وهسبتلك انه كلام غير حقيقي وانه هذا الشخص عندما يتحدث عن هذه الامور هو لا يقول الصدق شوفوا مثلا ده سميها distribution of paparious by the century توزيع البرديات بالقرون بتاعتها كويس او الزمن بتاعتها هنا مكتوب الديت وهنا رقم البردية الى اخر هنا القرن التاني لما اتكلم عن القرن التاني كويس انا بتكلم عن المخطوطات اللي هي من سنة مية ميلادية مية ميلادية وحتى سنة مية وخمسين أو مية خمسة وسبعين من لديه عندنا ايه عندنا P4 P65 P67 32 46 52 66 75 77 يعني خمسة وسبعين دي دي بتشمل على انجيلو حنو انجيلو امان وعندنا P103 P87 98 101 119 118 137 يعني وعندنا مخطوطات الفيوم وعندنا البحناسة اللي كلمنا عنها ويجي قاعد سياتو مستريح مع كوباية قهوة ولا شي ويتحدث كأحد العلماء وكل ما عندنا في القرن التاني من مخطوطات هو نتف طيب كم الفيديو ونرجع نعلق أو اثنتان أو ثلاثة على اختلاف بين العلماء ترجع إلى القرن الثاني هناك أيضا برديات تعود إلى القرن الثالث هناك مخطوطات تعود إلى القرن الرابع والخامس والسادس إلى يومنا هذا أو إلى ظهور الطباعة في القرن السادس عشر متشكرين طيب طبعا الجدوة الأدام حضراتكو ده محطوط فيه أيضا نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث وكمية المخطوطات اللي موجودة فيه كويس وقلنا أنه 64 مخطوطة بيعودوا إلى القرن نهاية القرن الثاني والقرن الثالث هو طبعا يقول لك مخطوطين ثلاثة شوية نتف موجودين ويقول لك حتى نتف ويختلف عليها العلماء يعني يريد العلماء متفقين عليه نتف طيب أنا لسه ما دخلناش في الموضوع كتير يعني بس بأوريكو الحقيقة اللي بيقول عشك كده الناس دي لما بتهاجم الكتار المعدس هي عندها عندها تصور سابق الكتار المعدس هي كل همها نها تطعن في الكتار المعدس ولما تطعن في الكتار المعدس بالأخص الأخوة المسلمين مش بيتعنوا في الكتار المعدس بضمير صالح أمام الله من أجل معلومة علمية قد وجدوها أو بحث علمي قد قاموا بيه لا 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 الناس دي كلها تريد أنها تظهر أن الكتاب المقدس محرف لاجل غرض واحد لماذا؟ الكتاب المقدس لا استيجاب المقدس القرآن هو المحرف ما هو الكتاب المقدس تتكلم عن لغوت المسيح كتاب المقدس يجب أن الكتاب المقدس محرف والقرآن لم يتكلم عن لهوت المسيح يبقى القرآن صادق والكتاب المؤدس محرف ما الكتاب المؤدس تتكلم عن صلب وموت المسيح القرآن لغى هذه الحقيقة فبالتالي ما يقدرش يقولك أنه أنا صادق يعني غلط فيعمل يتعن في كتاب المؤدس يتعن في كتاب المؤدس زي فولتير الفيلسوف الكاتب الفرنسي قال أنا سأظل أكتب سأظل أكتب وانتقد الكتاب المؤدس حتى قبل أن أموت يختفي الكتاب المؤدس نهائيا ده قالها فولتير فولتير مات وبيته خدته دار الكتاب المؤدس وعملته دار الكتاب المؤدس فتاريخ مليان بمثل هؤلاء لكن إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو كلمة واحدة من المكتوب طيب طبعا الفيديو الأخير اللي هنسمعه فيديو رقم خمسة بيورينا وجهة النظر الإسلامية دي اللي هو عايز يثبتها هو عايز يثبتها وعشان يثبتها يحاول يطعن في الكتاب المؤدس ومخطوطات الكتاب المؤدس هنسمع الفيديو رقم خمسة الكتاب المؤدس كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته البشر هم اللي بيحددوا كل ده طب على فكرة أنا شايف من رأيي أن المخطوطة دي احتمال أنها تبقى دقيقة أكتر من المخطوطة دي احتمال أكبر كلام اللي بتقوله ده حبيبي تقوله على المصطبة وإنت قاعد كده على المصطبة مع أتباعك تشب شاي تقولي الكلام ده يبقى أنت لم تدرس علم النقط ولم تدرس أسوسه ولا مبادئه ولا ولا تعرف حاجة عن هذا العلم نهاية هو بيصور لك بيصور لك علماء المسيحية هم أحدين في قعدة واحد فيهم يقولك أنا معجب أنا بقولي أن المخطوطة دي أهم واحد تاني يقول لا 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 انت غلط ده أنا اللي بقول المخطوطة دي أهم مخطوطة دي ده كلام مصاطب ده كلام أنت متعود عليه في المصطبة تقوله احنا هنا بنحترم كل أمر علمي حتى النقاد حتى النقاد اللي بينتقدوا الكتير المعدس بنحترم أراءهم لأنهم بيتابعوا أسلوب علمي قد نتفق مع الخلاصة اللي وصلوا لها كويس لكن أنا نحترمهم لأنهم يبتابعوا أسلوب علمي أما حضرتك بهذا الأسلوب ده أسلوب مصاطب مش متابعة وسط العلماء كمل كمل احتمال إنها تبقى دقيقة أكتر من المخطوطة دي احتمال أكبر لا أنا ضد رأيك المخطوطة دي احتمال إنها تبقى أدق من المخطوطة دي احتمال أكبر وده كان بيحصل بفكرني بمحمد هنيدي بس يمكن ده ظلم لمحمد هنيدي ممثل رأى طيب هل تختلف المخطوطات هل على النهاردة زي ما قلت المرفات عندنا مخطوطات الكبيرة الكاملة زي المخطوطة الصينائية المخطوطة الفاتيكانية المخطوطة الإسكندرانية هذه بنطلق عليها مخطوطات كاملة مخطوطات دي تعود إلى القرن الرابع سنة 350 ميلادية هل مخطوطات دي الكاملة تختلف عن بردية موجودة قبلها بمئتين سنة مثلا أو مئة وخمسين سنة كويس هل 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 هناك هذا الاختلاف ما بين النص اللي تكتب دوا واحتفظ به وبردية لإناها في البهنسة تعود إلى سنة 150 أو نهاية القانون التاني كويس من المعروف زي ما قلت المخطوطة الفاتيكانية تعود إلى القرن الرابع الميلادي 350 ميلادي كويس أما المخطوطة بي اللي هي البردية يعني 75 بقى تعود للقرن التاني وبالأخص الفترة الأولى من القرن التاني والتي تحتوي على أجزاء كبيرة من إنجيل لؤة وإنجيل لحنة يعني هو لما يقولك نتف موجودة عندنا نتف تعود للقرن التاني التاني يقولك عندنا برديات قليلة جدا لا تسوي شيء قصصات موجودة مع أن هذه البردية تحتوي على أجزاء كبيرة من لؤة وإنجيل لحنة لما درس العلماء هذه البردية مع الفاتيكانية وجدوا أن نسبة التشابه ما بين الاثنين تتجاوز 97% وده بيقول لي أن المخطوطة الفاتيكانية قد تكون أخذت إنجيل لحنة وإنجيل لؤة من هذه البردية استمعا ما يقولك شو كده طيب طبيعة الاختلافات احنا قلنا أن الرقم أساسا رقم افتراضي غير حقي بس أقرينا بوجود الاختلافات ولا يستطيع أحد في مجال دراسة النقد النص إنه يقول عكس هذا وجود اختلافات طبعا وجود اختلافات لكن إيه هي طبيعتها؟ إيه هي طبيعة هذه الاختلافات؟ طبيعة الاختلافات بين المخطوطات فيه ثلاث حاجات اختلافات في الاستهجاء وكتابة الكلمة ده أول في السبيلينج ده أول اختلاف وعايز أقولكم إن هذا الاختلاف هو أكبر اختلاف موجود بين المخطوطات تتعدى نسبته أكتر من ألينا أقول 96-97% من الاختلافات نوع الثاني من الاختلافات اختلافات سطحية وبسيطة كلمات مختلفة لكن ليس لها تأثير على الامان وعلى العقيدة المسيحية لا تؤثر على المعنى ولا تؤثر على الامان اختلافات تؤثر على المعنى لكنها لا تؤثر على الامان والعقيدة كلم عن أمثلة من كل هذه الاختلافات اخرين أقول لأريك حضرتكم ماذا يقول بارت إرمان عن هذه الاختلافات وأنا لم أقرأ من بارت إرمان أنا أقرأ من صفحة 260 كويس من كتاب بارت إرمان من هذا الكتاب بيقولي بارت إرمان أمام حضراتكم بيقول أنه ما عندناش المخطوطة الأصلية لكتابات العهد الجديد We do not have the original manuscripts of any of the books of the New Testament ماشي معطرفين عندنا copies عندنا نسخ عندنا أكتر من 5000 نسخة بس أكتر من 5000 نسخة باللغة اليونانية اللي بيها تكتب المخطوطات الأصلية دي العهد الجديد كي دي أول حقيقة بيقولها وإحنا بارت إرمان متفقين معاك إن إحنا ما عندناش المخطوطات الأصلية لكتابات العهد الجديد ماشي نقطة الثانية قالك أغلب هذه النسخ جات بعد فترة زمنية هو بيقول centuries وده اللي أنا أختلف معاه هي لم تأتي بمئات السنين بعد المخطوطة الأصلية زي ما شفنا عندنا النسخ وبرديات تعود إلى القرن الثاني ومعظمها يحتوي على العهد الجديد وبعدين الحقيقة الثالثة لقالها قالك كل هذه النسخ ماشي ماتفقين كل هذه النسخ فيها اختلافات كويس بعضها صغير وبعضها كبير هو بيقول بعضها مقصود وبعضها غير مقصود خلينا نكمل أنا هميني بقى النقطة الرابعة الأخيرة دي أوكي إيه بقى الكونكلوجين بتاع بارت إرمن اللي بينادوا ببارت إرمن في صفحة 260 من ميسكوتين جيسوس سوء اكتباسي سوء قال إيه الغالبية العزمة من هذه الأخطاء ليس له قيمة ليس له قيمة ولا تؤثر على المعنى وعلى الرسالة اللي موجودة في الناس ده بارت إرمن كويس يعني الاختلافات دي زي ما هم بينادوا هذه الاختلافات التي تتعدى كلمات العهد الجديد وإلى آخره بارت إرمن بإعترافه الشخصي إن هذه الاختلافات غير مهمة ولا تؤثر على المعنى ولا على العقيدة ولا تستطيع أن تلغي صلب المسيح وقيامة المسيح وما عمل يسوع المسيح ولا أي عقيدة إيمانية ولا الثلوس ولا أي عقيدة مسيحية هنكمل مع بعض أكيد الموضوع لأنه لسه هنتكلم عن أنواع هذه الاختلافات وإزاي نقدر نفهمها في الحلقة اللي جاية لكن أعزائي المشاهدين أنا بس حبيت أقدم صورة حقيقية عشان حضرتكم تبقوا عارفين إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر